السلام عليكم اهلا بيكم في مطباة موني النهاردة هقدم ليكم كعكة او معجنات جميلة جدا لكل انواع الدايت وكمان للكيتو دايت والمرضى السكري ومرضى حساسية الجلوتين هنعملها بمكونات بسيطة من غير اي نوع من انواع الدقيق ومن غير سليم وكمان من غير منتجات البان يلا بينا نشوف طريقة العمل المكونات معانا اقتصادية ورخيصة جدا انا هستعمل في الوصفة دي دقيق الترمس هناخد منه كوب ونصب الاكواب العيارية من دقيق الترمس وممكن نبدله بشوفان او سمسم او لوز او على حسب منتو عايزين ومعايا كمان اتنين بيضة ومعايا حبة البرقة وزعتر وكمان سماء اه دي اضافات ممكن تحطوها او لا ومعايا بيكن بودر وزيت زاتون ومعايا كمان خل ومعايا ملح هنبدأ دلوقتي بالطريقة على طول هنجيب دلوقتي طبق كبير وهنحط فيه الاول اتنين بيضة البيض ده حجمه كبير هنستعمل اتنين بيضة حجمهم كبير وهنضيف عليهم دلوقتي الملح مش هتزود الملح قوي علشان لو حابين ان انتو تكلون مع حجم سكرا فأنا هحط دلوقتي ده معيار نص المعلقة الصغيرة هحط ربع معلقة صغيرة من الملح وكمان هنضيف دلوقتي الخل هحط دلوقتي نص المعلقة صغيرة من الخل الابيض وممكن نحط خل تفاح وهنقلب دلوقتي كده البيت مع الملح والخل بالمضرب اليدوي وبعد كده هنضيف دقيق الترمس دقيق الترمس يا جماعة بيكون من الترمس الحلو ما تستعملوش الترمس المر هنحط دلوقتي دقيق الترمس بالتدريك وممكن ان احنا نحط بدل دقيق الترمس بالنسبة للكيتو ممكن تحطه قوب ونصب الاكواب العيرية من مطحون السمسم او دقيق اللوز وبالنسبة للضيط العادي ممكن ان احنا نحط شفيا على حسب ما انتوا عايزين وهضيف كمان دلوقتي معلقة صغيرة من البيكن بودر ومعلقتين كبار من دقة الزعتر وكمان معلقتين كبار من حبة البركة وهضيف كمان دلوقتي سماء هحط بمعيار معلقة الطعام معلقتين كبار حبة البركة والزعتر والسماء على حسب الرغبة ممكن ما تحطهمش لو انتوا مش عايزين ودلوقتي بقى هنقلب المقونات كلها كده بالمعلقة وبعد ما المقونات كده كلها اختلطت مع بعض بالشكل ده هنضيف بقى دلوقتي المقونات السيلة علشان ناجن العجينة هنضيف دلوقتي زيت الزتون هنجيب دلوقتي ربع الكوب العياري بما يعادل 60 ملي هحط دلوقتي ربع كوب عياري من زيت الزتون وهنضيفه دلوقتي فوق المقونات وهضيف دلوقتي زيت الزتون فوق المقونات الجفة وهجهز كمان دلوقتي المية هجيب بنفس معيار الكوب العياري اللي كنت حط فيه دقيق الترمس كوب عياري مليان من المية بما يعادل 250 ملي هنقلب دلوقتي المقونات كده مع بعض بالمعلقة وبعد كده هنبدأ ناجن العجينة بالمية بس طبعا هيكون الافضل ان احنا ناجن بادينا دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نضيف المية بالتدريج كده ونعجن العجينة لغاية لما تعطين عجينة متماسكة ينفع ان احنا نشكلها بالطريقة دي كده انا حطيت المية بالتدريج واخدت كمية المية كلها 250 ملي او بما يعادل كوب عياري بتكون معانا العجينة طرية بالشكل ده وينفع دلوقتي نشكلها اي شكل احنا عايزينه بتكون معانا كده شايفين العجينة جميلة جدا وينفع نعملها اي شكل هنجيب بقى دلوقتي صاج الفرن ونحط عليه ورقة زبدة وهجيب طبق صغير كده وحطي فيه حوالي معلقتين من زيت الزتون علشان نبلق ادينا كده بالزيت ونبدأ ان احنا نشكل الكعكة او المعجنات على حسب ما انتوا عايزين تشكلوه انا اخد دلوقتي كمية من العجينة كده وهبدأ ان انا اعملها على شكل دايرة بتكون جاهزة معانا اول واحدة بالشكل ده وعلشان نديها شكل حلو فانا هجيب دلوقتي المعلقة وهبدأ ان انا اعمل شكل بسيط بالطريقة دي كده ودلوقتي هعمل باقي الكمية بنفس الطريقة الاول علشان اخلص الكمية بسرعة هنعمل الاول كده اللي هو الشكل الدائر البسيط وبعد كده هنبدأ نشكلها بالمعلقة بالطريقة دي كده وما تنسوش تعملوا مسحة بسيطة من زيت الزتون على اديكو ونشكلها بالمعلقة بالطريقة دي كده شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا دلوقتي بقى انا خلاص خلصت الكمية كلها بتكون معانا بالشكل ده ودلوقتي المعجنات دي جاهزة ان هي تدخل الفرن بس مش بتدخل على فرن سخن بتدخل على فرن بارد يعني ايه؟ يعني بنشغل الفرن وندخلها تستوي مش بندخلها على فرن سخن يا جماعة هي مش بتاخد وقت ابدا وده شكلها في الفرن بعد ما عده ربع ساعة بتكون معانا بالشكل ده طبعا حجمها الضعف شوية وبدأت ان هي تتحمر من تحت هنشغل بقى دلوقتي الشوية علشان نحمر الوش بتاعها وبتطلع معانا بالشكل الجميل ده بيكون معانا بالشكل ده شكله جميل جدا ورحته حلوة وطعمه اكتر من رائع ده شكله بعد ما طلع من الفرن قعد في الفرن بالزبط من 10 ال 15 دقيقة اه اه اوله غاية لما يبدأ ان هو يتحمر من تحت بنشغل الشوية علشان نحمر الوش بتاعه وبأكد عليك يا جماعة بيدخل على فرن بارد ما تسخنوش الفرن قبلها وبنسيبه الغاية لما يبرد خالص لشكله بعد ما سيبته الغاية لما برت خالص بيكون معانا كده شايفين ما شاء الله جميل جدا ومتحمر وانا قدمته بطريقة بسيطة جدا طبعا قدموه بالطريقة اللي انتوا عايزينها بيكون معانا بالشكل ده طعمه جميل جدا تاخدوه مع لبنة او مع شاي بيكون حلو اول الفطار ودي واحدة معانا من الكعك شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي ولو عايزين الكعك ده يفضل معاكم ارمش وميتراش سبوه كده مفروض جوه صاج الفرن وتاخدو منه وقت ما انتوا عايزين ما تحطوهوش لا في علبة ولا في كيس ولا في التلاجة سبوه مفروض كده جوه الفرن واخدو منه هيفضل معاكم ارمش وجميل جدا وكده قدمتي ليكو الكعكة او معجنات بمكونات بسيطة واقتصادية مناسب لكل انواع الدايت والكيتو دايت والمرضة السكري ومرضة حساسية الجلوتين ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعلاقاتكم الحلوة وبالفة هنا وعافية